يستمر قصف وتمشيط قوات التحالف السعودي لمناطق متعددة في أطراف وداخل مدينة الحديدة وبالتزامن تخرج رسالة من أحد أعضاء فريق هادي وتحالف الحرب لإعادة الانتشار إلى رئيس الفريق صغير بن عزيز لتكشف عن مخطط للتحالف للتحرك عسكريا والسيطرة على مدينة الحديدة وموانئها قبل صدور أي قرارات أممية من شأنها تعطيل خطط اقتحام المدينة الساحلية التسريبات التي جاءت من حكومة الفنادق بإمكانية التصعيد نحن نقول أن هذا ستكون وبالا عليهم وستؤدي إلى نتائج عكسية والأيام ستثبت ذلك إذا ما كان هناك أي تصعيد الوثيقة أو الرسالة أكدت حرص تحالف الحرب على سرعة اتخاذ قرار السيطرة على الحديدة عبر الدفع بقوة بشرية كبيرة مزودة بالمعدات اللازمة وبما يمكنها من سرعة السيطرة والإطباق على المدينة وعرقلة وتعقيد إمكانية نزول القوات الأممية في ظل الهجوم عدو لا يريد السلام وإنما يريد كسب الوقت لعلى الآن المناورة الحادثة في البهر الأحمر الأمريكية المصرية الإماراتية السعودية المشتركة تدد للدلالة كبيرة أن هناك عمل عسكري يرتب له التجهيزات والتعزيزات المؤخرة في منطقة المخى والخوخة وجنوب الحديدة أيضا هي مؤشر على أن العدو يصعد من أعمال العسكرية وخلال الأيام الماضية حلقت مقاتلات أباتش التحالف فوق منطقة الجاح في حين حاولت قواته على الأرض تسلل غرب حيس مع قصف بالمدفعية والرشاشات للمنازل والمنشآت والشركات والمحال التجارية الخاصة والعامة واتهام قوات صنعاء بالتصعيد رسالة الهجوم على الحديدة ليست مجرد دليل بل وثيقة رسمية تثبت نوايا تحالف الحرب واستعداده المبكرة للانقلاب ونسف اتفاق السويد المترنح بين الحياة والموت أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين